السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير جميعا وحياكم وبياكم وأهلا وسهلا بكم ما زلنا مع كتاب التوحيد لإمام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميم رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفسن ست ومائتين بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن في ليلة الاثنين ليلة العشرين من شهر جمادة الأولى لسنة اثنتين احدى اثنتين واربعين احدى واربعين احدى واربعين واربعين بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافق ليلة الثالث الرابع من شهر يناير لسنة واحد وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام وما زلنا مع كتاب التوحيد فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين اللهم آمين قال المؤلف رحمه الله الباب رابع والعشرون باب بيان شيء من أنواع السحر قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطوق والطيعة من الجبت قال عوف العيافة زجو الطيع والطوق الخط يخط بالأوض والجبت قال الحسن عنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبانا في صحيحه المسند منه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قال هذا باب بيان شيء من أنواع السحر وإنما قال المؤلف بيان شيء من أبواب السحر ولم يحكم عليه لم يقل إنه كفر لم يقل إنه فسق لم يقل إنه مباح لأن الأنواع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب فيها ما هو مباح وفيها ما هو فسق وفيها ما هو كفر بالله تبارك وتعالى ولذلك ترك الحكم لتنوع ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب قال قال أحمد رحمه الله تعالى هو أحمد بن حنبل الإمام في مسنده وذكر الإسنادة وهذا يعني ليس من عادة المؤلف وإنما يذكر الصحابي عادة ويذكر الحديث ولكن هنا ذكر الإسنادة كاملا فلا أدري لماذا على كل حال هذا الحديث الذي ذكره لا يصح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حيان ابن العلاء ومدار الحديث عليه مدار الحديث على حيان هذا وهو مجهول وقد ذكره الحاوض بن حجر وقال مقبول أي إذا توبع ولم يتابع فهو مجهول فهو ضعيف من هذه الحيثية ومن حيثية أخرى للطراب الذي ورد في إسناد هذا الحديث فهو إذا مضطرب من ناحية في الإسناد ومن ناحية أخرى مداره على حيان ابن العلاء وهو مجهول فلا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان المعنى الذي احتواه الحديث كله ثابت بحاديثة أخرى قال في هذا الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت ثم نقل عن عوف وهو عوف الأعرابي عوف بن أبي جميلة أحد رواه هذا الحديث قال الذي يرويه عن حيان ابن العلاء قال عوف العيافة زجر الطيري والطرق الخط يخط بالأرض فالطيارة معروفة مشهورة وسيأتي الكلام عليها على كل حال العيافة كما قال عوف زجر الطير وأصل العيافة من ترك الشيء من ترك الشيء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم له الضب قال إني لا أجده في أرض قومي ولذا تجدني أعافه أو أجد نفسي تعافه ونحن نستخدم هذه الكلمة نحن نستخدمها أعاف الشيء أي أتركه لا أريده عافه أي تركه ولم يريده والمقصود بالعيافة هنا المترتبة على زجر الطير وذلك أن العرب قد عرف عنهم التشاؤم والتفاؤل بالطير سواء بألوانها أو أصواتها أو حركاتها أو حركاتها وغير ذلك يتشاؤمون ويتفاؤلون بالطيور قد علم عنهم ذلك ومنه التطير وذكر عن طاوس بن كيسان التابعي الإمام رحمه الله تبارك وتعالى أنه سافر مع رجل وهم في الطريق قد يكون معه غيرها أو لا لكن المهم أن هذا الرجل وهم في الطريق قال أو سمع غرابا ينعق فقال الرجل خير يعني لما سمع صوت الغراب قال خير فقال له طاوس بن كيسان أي خير في هذا غراب نعق يعني أي خير في هذا الغراب ينعق يعني هذا بهيمة تنعق متى شاءت تسكت متى شاءت أي خير في هذا أو شر ثم قال والله لا أصاحبك أبدا خلاص أنت ما يصلح أن تكون صاحبا لي في هذا الطريق فالعرب كانت تتشاب وتتفائل بالطيور وكانوا إذا أرادوا مثلا الزواج السفر التجارة الغزو أي أي شيء يعني يريدونه نحن عندنا اللي هو قضية الاستخار لنسأني يستخير العرب كانوا يتطيرون أو يسجرون الطير أو يفعلون العيافة ويأتون بالطير فيطير يتركونه طائرا ثم قالوا إن انتجه إلى جهة اليمين عملنا هذا الشيء وإن تجه جهة اليسار تركنا هذا الشيء يعني يتشاؤمون ويتفائلون أنا إلى الآن ما نفاهم طيب إذا رحل أطول مباشرة أو رجع إلى الخلف لا أدري لكن هو المعروف عندهم التيامن والتشاؤم إن ذهب جهة اليمين أقدموا على هذا الأمر وإن ذهب جهة الشمال امتنعوا مع أن هذا بهيم وإنما يذهب يمين أو يسارا بحسب اختياره هو وهو لا يعلم الغيب ولا يدري ولا يدري لماذا طار أصلا لأنه كان بأيدين ثم أطلقوه فقالوا إن اتجه يمينا قدمنا إلى ما أردنا وإن تجه شمالا امتنعنا عما أردنا ولا شك أن التشاؤم يفسد على الإنسان حياته يبدأ يشك بكل شيء يرتبط بأشياء لا قيمة لها ولا ثبات ولا شيء أبدا وبعضهم يتشاؤم من السنوات إذا كانت سنة كبيسة على قولهم يتشاؤم من الأشهر بعضهم يتشاؤم في شهر شوال بعضهم يتشاؤم من الأيام كبعضهم يتشاؤم بيوم الأربعاء مثلا بعضهم يتشاؤم من الأرقام بعضهم يتشاؤم من الرقم 13 مشهور في وتشام ليس حتى عنده غير العرب عند الاوربيين والامريكان وغيرهم تشام من رقم 13 الرقم 13 هذا مصيبة عندهم إذا تدخل فنادقهم مستشفياتهم ما تجد رقم 13 إلا القليل النادر والأسف بعض جهالنا في بلادنا يقلدونهم في بعض المستشفيات مثلا في بعضهم لا تجد رقم 13 أو السرير رقم 13 13 من باب التقليد الأعمى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا فلا تجرى مثلا أو في المصعد ما في دور 13 أبدا وإن الدور 12 دور 14 وعندهم ما يسمى بالجمعة السوداء يتشاؤمون منها إذا كانت في آخر السنة لأمر وقع قبل أكثر من 150 سنة تقريبا أو كذا 869 لما انهار سوق الذهب في أمريكا يوم جمعة قالوا هذه الجمعة السوداء فكلما جاءت جمعة آخر جمعة في كل سنة يتشاؤمون منها والآن صارت يعني سوقا يعني تنزيلات وكذا في هذه الجمعة صاروا يحتفلون بها هذه الجمعة السوداء فالقصد أن التشاؤم يفسد على الإنسان حياته بعضهم يتشاؤم إذا سمع كلمة من أول الصباح أول كلمة يسمعها يتفالى ويتشاؤم بها بعضهم حدثني أحدهم يقول كنت قريبا من دكان فجاء رجل أعور أظن فسأل صاحب الدكان قال بكم هذا قال أستفتح بأعور فأغلق الدكان ولم يبع ذلك اليوم يقول أول ما جاني أعور فتشاؤم به وهذا من الجهل لا شك أنا أذكر أنه حدث لي أمر كنت مرة صدمت سيارة أمامي لكن حادث بسيط جدا يعني يعني كان واقف أنا واقف حركت شوي ضربت ضربة بسيطة ما تأثرت سيارته ولا سيارتي أبدا فنزل ونزلت فقلت له سلامات قال أي سلامات قلت له ما فيها شيء سيارتك ولا فيك شيء أنت ولا أنا فيني شيء وضربة بسيطة جدا مجرد احتكاك بسيط صدام بالصداد دعامي بالدعامي يعني ما فيه أي شيء نهائي قال لا أنا كنت بسافر ما راح أسافر هذا أولها ما راح أسافر فقلت لأنا لا أريد أن أصلح سيارتك فصلح عقيدتك الآن دعام سيارتك الآن مشكلتنا في عقيدتك إيش دخل هذا بسفر سافر يا ولد الحلال بدأت يعني أحاول أن أقنعه أن يسافر ولا يترك السفر لمجرد هذه أو هذا الاحتكاك اليسير فالقض في ناس عندهم هذا التشام يفسد عليهم حياتهم يربطون حياتهم بهذه الأمور والله المستعان طيب قال إن العيافة قلنا العيافة قلنا هو زجر الطير وهذا الزجر قد يكون مباحاً وقد يكون محرماً إذا كان زجر الطير في الصيد لأن من أحكام الصيد مرة بنا في كتاب الفقه لما تدرسنا الفقهة من أحكام الصيد أن الطير الذي يصاد به هو الطير المعلم أو الكلب المعلم قال كيف تعرف أنه معلم؟ قال إذا زجرته انزجر هذا الزجر مباح لأن هذا بالعكس هذا دليل على تعلمه لكن الزجر المقصود هنا اللي هو النوع الثاني المحرم وهو ينزجر عن العمل يترك العمل لأجل الطير لأنه طار شمالاً أنا أترك هذا العمل وهذا يسمى العيافة فهذا زجر الطير قال والطرق الخط يخط بالأرض هذا يسمى الطرق وليس خاصاً بالخط قد يكون بالحصى قد يكون بقراءة الفنجال قد يكون بقراءة الكيف كل هذا من الخط يدخل في هذا يسمى الطرق كل هذا يسمى الطرق و كله محرم لأنه مبني على غيب يعني يأتيه إنسان يقول يخط له يقرأ كفه يقول كفك عندك مشكلة هنا سيقع لك كذا بناء على الكف هذا كلام ليس صحيح هذا تنجيم و كهانة كذلك أو كهانة خلينا نقول و كذلك الخط يضع خطوطاً كثيرة في الأرض ما يمسح عليها يشوف من الخط اللي بقي بقي هذا الخط هذا الخط كأنه يقرأه له هذه كهانة كذب على الناس وتدجيل عليهم من الدجل و كذلك قراءة الفنجال بعد أن يشرب القهوة ما بقي فيه الفنجال ينظر فيه عندك مشكلة ستتزوج ستكون غنياً ستكون فقيراً من قراءة هذا الفنجال و هذا كله من كذب على الناس و منه قراءة الخط يقول اكتب لي خطك و أنا أقول ماذا عندك عندك كذا عندك كذا عندك كذا حتى ذكر من أحد الإخوة ذكر لأن أحدهم يعني من هؤلاء الذين يقرؤون الخط و يبنون عليه يقول كتبت له بخط يدي اليمنى و أنا أكتب بالشمال يقول تبت له بخط يدي اليمنى و أرسلت له فقال أنت كذا 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 حياتك ها مخطي هذا ليس خطي كذبت عليك زعل عليه و كذا لأن هؤلاء منجمون كهنة يعني دجالون يكذبون على الناس فالذي يقرأ الكف و الذي يقرأ الفنجا و الذي يقرأ الخط و الذي يقرأ خطوط الرمل كل هؤلاء يعني داخلون في هذا البار و هي الكهنة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه و عليه و سلم بقي أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه لما سأله معايب بن الحكم و قصة معايب بن الحكم مشهورة جدا لما صلى خلف النبي صلى الله عليه و سلم و عطس أحدهم فقال يرحمك الله و قال لم يرد عليه ثم قال ما لك لا ترد لماذا قصة طويلة جدا حتى إن معايب بن الحكم يعني غضب عليهم يعني زجره الصحابة و نظره إليه لكن النبي صلى الله عليه و سلم علمه بهدوء قال ما رأيت معلما خيرا من محمد صلى الله عليه و سلم و الله ما نهرني و لا كهرني و لا زجرني و لا زبرني و إنما قال لهذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الشاهد أنه في هذا الحديث أنه قال معاوية للنبي صلى الله عليه و سلم إن عندنا أناس يخطون فماذا ترى يعني هذا الذي يفعلونه فقال النبي صلى الله عليه و سلم كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فنعم و إلا فلا و المشهور أن هذا النبي هو إدريس عليه الصلاة و السلام و هذا قد يستدل به من يرى النظر في الخطوط و هذا كلام لا يصلح و النص أهل العلم على أن معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان نبي يخط يعني من خلال خط يعلم أن هذا وحي من الله تبارك و تعالى كما يخبر النبي صلى الله عليه و سلم أمور غيبية سيحدث كذا ستفتحهم بلاد كسرة ستفتحهم بلاد الروم نساء كاسيات عاريات يخرج رجل من قحطان ينزل عيسى عيسى و السلام هذه كلها أمور غيبية يخبر بها النبي صلى الله عليه لو أخبر بها الكاهن حرم لكن إذا أخبر بها النبي آية من الله تبارك و تعالى كما قال الله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربه فالقصد أن هذا نعم كان نبي يخط هذا نوع من الآية المعجزة لذلك النبي فغيره لا يجوز له ذلك ثم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق خطه خطة فبها كما قال هذا من باب التعجيز وإلا كيف يعرفون خطه يعني هذا النبي في سالف الزمان ولا يعرف هذا الأمر إلا بتوقيف بقرآن أو سنة ولم يقع شيء من ذلك خاصة إذا قلنا أن هذا النبي إدريس بعضهم قال إدريس قبل نوح وبعضهم قال بعد نوح أي صلى الله عليه وسلم المهم أنه متقدم جدا على إبراهيم وعلى موسى وعيسى وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء فكيف يعرفون خطه فقالوا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعجيز وأن هذا الخط لا يجوز في الكلية نعم قال والجبت قال الحسن رنت الشيطان ثم قال إسناده جيد وليبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه المسند منه قلنا الصحيح نو لا غير غير صحيح وإسناده ليس بجيد وقلناه مضطرب من حيث الإسناد من حيث الإسناد وأيضا فيه رجل مجهول وهو العلاء حيان بن العلاء والله أعلم نعم أحسن الله إليكم قال وحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وواه أبو داود وإسناده صحيح نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم شعبة يعني طائفة شعبة يعني طائفة من النجوم أي من علم النجوم ومنها قول الله تبارك وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل أي طائف وقبائل فشعوبة من النجوم أي طائفة من علم النجوم وعلم النجوم نوعان كما قال أهل العلم علم التسيير وعلم التأثير علم التسيير وعلم التأثير علم التأثير محرم وهو أن يعتقد أن النجوم هي التي تنزل المطر هي التي تحرك الأرض هي التي تغير الأمور أن النجوم فاعلة بذاتها وهذا كذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما لما أمطرت السماء قال أتدرون ماذا قال ربكم قال الله رسولا قال الله تبارك وتعالى أصبح الناس مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب فالنجوم لا تنزل المطر ولا ترسل الريح ولا تفعل شيئا أبدا وإنها هي مسيرة هذه النجوم والفاعل هو الله جل وعلا هو الآمر الناهي جل فعله فعلم النجوم إذا أخذ الإنسان هذا العلم على أساء التأثير أن هي التي تنزل المطر وإذا كان النجم في المكان سينزل المطر وكذا أنها هي التي تؤثر فهذا كفر بالله جل وعلا أما علم التسيير فالله جل وعلا يقول وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون فهذا لا بأس به علم التسيير يعني تعرف منازل النجوم ومنزل القمر ومنزل الشمس هذه المنازل ما فيها بأس بالعكس هذا علمها مطلوب علمها مطلوب بل قد يكون أحيانا كما قال بعض الأحيان يكون واجبا لكي يعرف الإنسان جهة الشمال من الجنوب من الغرب من الشرق حتى يعرف القبلة يعرف كيف يصلي يعرف مواقع دخول الصلاة كيف نعرف دخول الصلاة مرتبطة بالشمس يعني الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله بالشمس العصر من مصير ظل كل شيء نفسه وهو الشمس إلى الغروب والعشاء من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر شفق الشمس والعشاء كذلك فالقصده إذن أن معرفة منازل النجوم لمعرفة أوقات الصلاة لمعرفة أوقات العبادات لمعرفة دخول الأشهر لمعرفة القبلة هذا يسمونه علم التسيير هذا جائز لا بأس به بل مطلوب أما علم التأثير أن هذه الأشياء هي التي تؤثر هذا لا يجوز بل هذا كله بأمر الله جبارك وتعالى نعم وهو حديث صحيح نعم وللنسائي من حديث أبي هريرة وضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحوى ومن سحوى فقد أشعوك ومن تعلق شيئا وكل إليه نعم النسائي رحمه الله أحمد بن شعيب رحمه الله تبارك وتعالى روى هذا الحديث عن أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها أولا هذا الحديث لا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عباد بن ميسرة وهو ضعيف وفيه كذلك الحسن البصر يرويه عن أبي هريرة والحسن لم يسمع من أبي هريرة وهو منقطع يعني فيه علتان علت ضعف أباد بن ميسرة وعلت لانقطاع بين الحسن البصر وبين أبي هريرة أما معناه فقال من عقد عقدة ثم نفث فيها النفث هو النفخ بريق يعني شيء من الريق النفث هو النفخ مع ريق هذا النفث و يكون يعني النفث الذي ينفث في هذه العقدة بعد أن يعقدها ينفث فيها معريق و العياذ بالله يذكر أسماء شياطين و الجن يستعين بهم يدعوهم من دون الله تبارك وتعالى وهذا الذي قال الله تبارك وتعالى عد و من شر النفثات في العقد و هي أن تعقد هذه الحبال و هي العقد هذه تكون صغيرة جدا لا ترى و هي أن تكون يعني ظاهرة فهذا النفث يكون معه ذكر أسماء الشياطين و دعائهم من دون الله الاستعانة بهم و هذا النفث في العقد قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر لأن هذا نوع من أنواع السحر نوع من أنواع السحري قال و من سحر فقد أشرك طبعا من سحر فقد أشرك هذا يعم جميع أنواع السحر مع أن في الدرس الماضي قلنا السحر أنواع إذا كان فيه استعانة بالجن فهو كفر إذا كان بأدوى وعقاقير فينظر في حاله فطال من هذا الحديث لا يصح إذا لا ينبني عليه حكم في هذه المسألة قال و من تعلق شيئا وكل إليه نعم صحيح هذا ثابت النبي صلى الله عليه وسلم و قال الله تبارك و من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره فالتوكل لا يجوز إلا على الله تبارك وتعالى لا يجوز توكل على غير الله جل في علاه نعم قال المؤلف و رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألَ هَلْ أُنَبِّئُكُمَّ مَا الْعَضْهِ هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم نعم هذا حديث بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه لما يقول النبأ أنبئكم هذا يكون للخبر الهام الخبر الهام يقول نبأ كما قال الله تبارك عما يتسألون عن النبأ فالنبأ دائما هو الخبر المهم الخبر المهم يسميه العرب نبأ قال هل أنبئكم ما العضه ويقال العضه ويقال العضة العضه والعضة ومعناهما متقارب معناهما متقارب العضه على وزن حبل عضه وزن حبل صمت قلب هذا هو العضه ومعناه قطع قطع الشيء وأما العضة العضة هي التفريق هناك القطع هناك التفريق والتفريق والقطع يعني متقاربان عندما يقطع فرق بين الشيئين ومثل عدة عضة مثل عدة عدة فهو التفريق فهما روايتان وردتها العضه على وزن حبل والعضة على وزن عدة فهذه كلها بمعنى واحد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أتدرم ما المفرقة أتدرم ما القاطعة ما التي تفرق ما التي تقطع قال هي النميمة القالة بين الناس القالة بين الناس اللي هي نقل الكلام وإن كان حقا النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد وإن كان هذا الكلام حقا يعني لا يترتب عليه كلام كذب افتراء يقول أنا ما قلت إلا الحق لكن ماذا أردت بقول الحق أراد الإفساد وإذاك النمام يرجع إلى نيته نيته الإفساد بين الناس وإذاك يقول أهل العلم هو من ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد وإن كان الكلام حقا يعني أنا مثلا اغتبت رجلا أو قلت عنه شيئا مثلا ما فهذا سمع كلام راح ذهب إلى قال فلان قال عنك كذا طيب لماذا نقلت كلامي عنه أني قلت كذا أو حتى يعني بدون ليس باب الغيبة قد يكون من الأشياء المباحة فالمهم أنه ينقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد فهذا يقال له نمام يقال له نمام وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى هماز مشاء بنميم ولا تطع كل حلاف مهين مناع للخير هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات قال قتات هو النمام فالنميم من كبائر الذنوب وذكروا أن رجل دخل على عمر بن عبد العزيز فذكر له شيئا عن رجل يعني قال فلان يقول كذا عنك فقال له عمر العزيز أنت بين أمري إما أن تكون صادقا وإما أن تكون كاذبا إن كنت صادقا يعني ما تقوله لي حقا يعني فعلا قاله هذا الإنسان فأنت من أهل هذه الآية هماز من مشاء بنميم وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية يا أيها الذين آمن إن جاكم فاسقكم بنبأ فتبينوا فأنت بين الفصلي والنميمة وإن شئت أقلتك يعني كنت ما سمعت شيء كأني ما سمعت شيء قال أقلني إذن يا أمير المؤمنين أقلني ولذلك النمام قال أهل العلم من نم لك نم عليك من نم لك نم عليك يعني لينقلك كلام الآخرين فيك سينقل كلامك في الآخرين فانتبه فالنمام يعني يعني وقع فيه جريمة كبيرة ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عباس صحيحين مر النبي على قبرين فقال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير ألا إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ولذا قال أهل العلم إن النميمة من كبائر الذنوب طيب ما دخل النميمة بموضوع السخر هنا الآن الكلام عن باب أشياء من السحر طيب والنميمة ما دخلها قال أهل العلمي لأن النميمة إنما تذكر لأجل الإفساد كذلك السحر السحر لأجل الإفساد إذن سمعنا العظة أو العظه وهو قلنا التفريق والقطع فكما أن السحر يفرق بين الناس كما قال الله جل وعلا يفرقون به بين المرء وزوجه كذلك النميمة تفرق بين الناس ثم النميمة تكون على سبيل الإفساد وكذلك السحر يكون على سبيل الإفساد السحر يكون بطرق خفية ما خفية ودقة من الأمور كذلك النميمة بسكات يعني يأتي لهذا يقول له كذا ويأتي لهذا يقول له كذا فمن هذه الأوجه شابهت النميمة السحر نعم أحسن الله إليكم قال وحمه الله ولهما عن ابن عما وضي الله عنهما أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر نعم وهذا مر بنا في الدرس السابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الأهتم وزبرقان بن بدر لما صار بينهما السجال وتكلم عمر بن الأهتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر لا شك البيان وهو حسن سبك الكلام يسحر الناس وذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مدد جاء الأخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الأئمة المضلون الأئمة المضلون هؤلاء هم الذين يحسنون الكلام يتكلم كلاما مؤثرا وقد يكونوا كذبا كلهم هذا الكلام فيؤثر من الناس والعياذ بالله مثل هذا الكلام بل ذكر أهل العلم أن دين النصارى بشكل عام ما أفسد دينهم إلا رجل يقال له شاول اللي هو بولوس الرسول يسمونه هذا يهودي دخل إلى النصرانية وادعى هو كان يهوديا يؤذي عيسى أي صلى الله عليه وسلم ويؤذي أصحابه اللي هم الحواريين فثم لما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام جاء هذا شاول اللي هو سمى نفسه بعد ذلك بولوس الرسول جاء هذا شاول وادعى للنصارى أنه كان يمشي يوما فرأى عيسى في السماء فقال له إلى متى تؤذيني وتؤذي أصحابي إلى متى لا تتوب يقول فتبت واتبعت عيسى وكان يقول يعني المؤرخون والكتاب يقول كان متكلما مؤثرا وكان نشطا في دعوته فأثر في النصارى حتى حولهم إلى التثليث صاروا يقولون بعد ذلك بالتثليث فأدخلهم في الكفر والشرك اللي هو هذا لأنه كان متكلما فصيح اللسان كلامه مرتب ولذلك أثر في الناس فإذا يحذر الإنسان من أمثال هؤلاء والله المستعان نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف وحمه الله فيه مسائل الأولى أن العيافة والطوق والطيارة من الجبت نعم الجبت اللي هو السحر نعم الثانية تفسير العيافة والطوق اللي أفسرها اللي هو عوف الأعرابي عوف بنبي جميلة راوي الحديث نعم أو أحد رواة الحديث نعم الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر قلنا علم النجوم نوعا علم التسيير وعلم التأثير علم التأثير هو الذي يكون من الكهانة نعم أوابعة العقد مع النفث من ذلك نعم لأن هذا النفثات في العقد هو أن يعقد ثم ينفث ويكثر عند النساء أكثر منهم يا رجال ذلك قال الله تبارك وتعالى ومن شر النفثات نعم الخامسة وأن النميمة من ذلك نعم النميمة يعني جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نوع من سل لأنها يعني في معناها هي التفرق والقطع قطع العلاقات بين الناس كما أن السحر يفرق بين الناس ثم شابهت السحر كما قلنا في أنها خدع خداع ومكر وبخفاء وتكون على جهة الإفساد فلذلك صارت كالسحر والله أعلم السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة نعم يعني من البيان لسحر إذن هنا إذن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أمثلة لكل نوع من أنواع السحر من الكفر الذي هو فيه الكهانة والنفث في العقد وذكر منها التطير والتشاؤم وهذا من الكفر الأصغر اللي هو الكبائر الذنوب وذكر العظة أو العظة وهو نوع من النميمة التي تشبه السحر وهي من كبائر الذنوب ثم ذكر إن من البيان لسحرة وهذا من السحر المباح أحياناً والمحرم أحياناً بحسب ما يستخدم فيه هذا الكلام والله أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته